اشتركوا في القناة الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان من فضل الله تعالى على عباده ان اصطفى لهم مواسم خير وبركة يضاعف فيها الحسنات ويتجاوز فيها عن السيئات حيث يقول الحق سبحانه وذكرهم بايام الله ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم ان لربكم عز وجل في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل احدكم ان تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها ابدا ومن هذه المواسم الايمانية الاشهر الحرم وقد اشار الله عز وجل اليها اجمالا في قوله تعالى ان عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم تفصيلا في خطبة الوداع حين قال ألا ان الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادا وشعبان والاشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة عند الله عز وجل فقد سميت حرما لعظم حرمتها لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات اشد تحريم لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات اشد تحريم حيث يقول الحق سبحانه ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فالأشهر الحرم تحمل رسالة سلام للإنسانية كلها أن الإسلام دين السلام والسلام اسم من أسماء الله تعالى حيث يقول الحق سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة والسلام حيث يقول تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان من دعاء نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فالإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا ويجنح للسلم ويؤكد عليه حيث يقول الحق سبحانه وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا وإن رسالة الإسلام رسالة سلام ووئام وغايتها سعادة البشرية جمعاء يقول سبحانه يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إن تعظيم الأشهر الحرم يقتضي الكف عن كل ألوان الإرهاب والتطرف وسفك دماء الآمنين وترويعهم كما يقتضي الإقبال على الله عز وجل بكثرة الطاعات فعلينا أن نعمر هذه الأشهر والأيام بالاجتهاد في العبادة وتزكية الأنفس بالطاعات والقربات حيث يقول الحق سبحانه وفعلوا الخير لعلكم تفلحون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم صم من الحرم واترك ومن هذه الأشهر الحرم شهر رجب وقد سمي رجبا من الترجيب أي التعظيم وقد كان العرب يسمونه بالأصم لأنهم لا يسمعون فيه صوت الحرب وهو شهر حمل معجزة الإسراء والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو مفتاح أشهر الخير والبركة يقول أبو بكر الوراق البلخي رحمه الله شهر رجب شهر للزراء وشعبان شهر السقي للزراء ورمضان شهر حصاد الزراء فما أجمل أن نغتنم الأشهر الحرم في طاعة الله عز وجل بعمارة الأرض وإتقان العمل وكثرة الخيرات وإطعام الطعام وإشاعة روح التكافل والطراحم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا ومن قضم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان